بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قيمة من القيم الجمالية المنيرة التي تدل على نفس تتسم بقيم البذل والسخاء والعطاء والجود وما شابه هذه الفضائل قيمة لا يتحلى بها إلا المؤمن الصادق المخلص المطمئن بدين الله عز وجل قيمة المسارعة في الخيرات الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون إذا كان الكلام عن المسارعة في الخيرات فنحن هنا أمام مصطلحين المسارعة والخير المسارعة تأتي في القرآن الكريم بمعاني متعددة فتأتي كلمة المسارعة متعدية للفعل بحرف إلى كما في قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما أنها تأتي متعدية الفعل بحرف فيه كما في قوله تعالى ويسارعون في الخيرات فما الفرق بين المعنيين المسارعة إلى الخير والمسارعة في الخير الفرق بطريقة موجزة ومركزة حين أقول فلان أسرع إلى الخير فالمعنى هنا أنه كان بعيدا عن الخير كان خارجا عن الخير ويريد أن يدخل إليه أو أن يدخل فيه أما حين أقول فلان أسرع في الخير فالمعنى أنه في حيز الخير بالفعل وأنه يريد أن يرتقي ارتقاء آخر أسمى وأعلى في صناعة الخير والجمال فكأن قولنا المسارعة إلى الخير هذا الرجل كان بعيدا عن الخير ويريد أن يدخل فيه وقولنا المسارعة في الخير أي أن هذا الرجل في الخير بالفعل إلا أنه يريد ارتقاء آخر أسمى وأعلى في صناعة الخير هذا هو الفرق بطريقة موجزة ومركزة كذلك هناك فرق بين السرعة والعجلة نحن نطلب السرعة في الخير وليس العجلة لماذا؟ السرعة والعجلة يتفقان في معنى ويختلفان في آخر فالسرعة والعجلة يتفقان في تقليل الزمن في قطع المسافات حين أقول المسافة من كذا إلى كذا تقدر بساعة السرعة والعجلة هنا هي تعمل على تقليل الزمن قد يقطع المسافة في أقل من ساعة في نصف ساعة وهكذا فهما يتفقان السرعة والعجلة في تقليل الزمن في قطع المسافات لكن يختلفان إذا أتينا بالمقابل لكل منهما فمقابل السرعة الإبطاء أقول فلان أسرع فلان أبطأ فالسرعة هنا محمودة والإبطاء هنا مذموم أما العجلة فيقابلها التأني أقول فلان تعجل فلان تأنى فالتعجل هنا مذموم لكن التأني محمود ولذلك كما نحفظ جميعا في التأني السلامة وفي العجلة الندامة فالمطلوب إذن أن نسارع في الخيرات إذا كنت من أهل الخير وأن تريد ارتقاءا جديدا وأسمى وأعلى وثوابا من الله عز وجل وإن كنت بعيدا عن الخير فنقول لك أسرع إلى الخير لأنك بعيدا عنه فادخل في صناعة الخير هذا عن المسارعة فما هو الخير إذا كان الطبع الإنساني يحب الخير وإنه لحب الخير لشديد فما هو الخير وما طريق الخير وما أسباب الخير أنت على الحقيقة لن تستطيع أن تضع تعريفا دقيقا للخير بعض الناس مثلا يستنبطون من غرائزهم ومن ما يحقق لهم بعض المصالح مفاهيم للخير هي خاطئة يعني إنسان يظن أن في هذا الأمر خيرا له أن في هذا الشيء مصلحة له فيبني على ما يراه من مصالح وما يراه من شيء يدخل على قلبه السرور والفرح أن هذا خير وهذا مفهوم خاطئ أنت لن تستطيع أن تحدد الخير ما دنت بعيدا عن المنهج الإلهي ما دنت بعيدا عن الهجي الإلهي الكريم ولذلك ربنا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ماذا قال ربنا بعدها قال بعدها والله يعلم وأنتم لا تعلمون إذن أنت لا تعلم أين الخير ولا تستطيع أن تضع تعريفا دقيقا للخير إلا إذا كنت متصلا بالهجي الإلهي ولذلك عرف العلماء العاملون النابهون الخير في هذه الكلمات الموجزة الخير هو ما أمرنا به كما أن الشر هو ما نهين عنه فأنت لا تستطيع أن تتعرف على الخير إلا إذا كنت متصلا بالمنهج الإلهي الخير كلمة تستعمل في مقابلة الشر أولئك هم خير البرية أولئك هم شر البرية كما أن الخير يستعمل مع خير آخر يكون أقل منه كما في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير إذن هذا عن مفهوم المسرعة وهذا عن مفهوم الخير السرعة التي نريدها منك السرعة تحتاج إلى حركة والحركة تحتاج إلى متحرك والمتحرك يحتاج إلى حياة فما دامت فيك الحياة فعليك أن تسارع إلى الخير وأن تسارع في صناعة الخير المسارعة في الخيرات سبيل رئيس لأن تكون مستجابة دعوة سيدنا زكريا عليه السلام كان يسأل دائما ربه الولد رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين استجاب له ربه فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوج لماذا؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات فالمسارعة في الخيرات سبيل لاستجابة الدعوة سبيل لمحبة الله عز وجل سبيل لأن يفرج الله عز وجل عنك كربك سبيل لستر الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل المسارعة إلى الخير وفي الخير اللهم يرب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى 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 موسيقى